تصاعد الولايات المتحدة لهجتها تجاه تركيا وتلوح بفرض عقوبات كبيرة عليها إن لم تفرج بشكل فوري عن القص الأمريكي أندرو برانسون المحتجز لدى تركيا منذ ديسمبر عام 2016 بتهمة التجسس والإرهاب إجراءات عقابية قد تتخذها واشنطن ضد أنقرة لم يفسح عن طبيعتها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصف برانسون في تغريدة بأنه رجل دين بريء يعاني بشدة ويتعين على السلطات التركية إطلاق صراحه تهديدات مماثلة لنائب الرئيس الأمريكي مايك بينس استبقت تغريدة ترامب في رسالة وجهها للرئيس التركي رجب طيب أردوغان تدعو إلى حرية برانسون لدي رسالة للرئيس أردوغان وللحكومة التركية بالنيابة عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أطلقوا سراح القاس أندرو برانسون الآن أو استعدوا لمواجهة التدعيات إذا لم تأخذ تركيا قرارا فوريا بالإفراج عن هذا الرجل البريء وإرساله لوطنه أمريكا فإن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جسيمة على تركيا حتى يكون القاس أندرو برانسون حرا واشنطن التي اعتبرت قرار أنقرة وضع برانسون قيد الإقامة الجبرية في منزله مع استمرار محاكمته خطوة غير كافية تواصل مساعيها لإرغام أنقرة على التوقف عما وصفته بسياسة الاحتجاز التعصف بحق الأمريكيين وموظف السفارة الأمريكية فقد أقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يدعو المدير تنفيذي للبنك الدولي والاتحاد الأوروبي إلى تجميد جميع القرود المقدمة إلى تركيا إلى حين توقفها عن احتجاز المواطنين الأمريكيين في المقابل قال تركيا إنها لن تقبل إملاءات خارجية بشأن قضية برانسون وزير الخارجية التركي أوضح رفض بلاده للتهديدات الأمريكية موقف أكده المتحدث باسم الرئاسة التركية وصفا تصريحات ترامب وكبار المسؤولين الأمريكيين بأنها لغة استخدمتها واشنطن ضد حلفائها في الناتو ودعاها إلى إعادة النظر في موقفها قبل أن تلحق مزيدا من الضرر بمصالحها شكرا شكرا